السلام عليكم شباب أتمنى أن تكونوا بخير اليوم رح نتحدث عن عن دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليك الأسبوع الثاني مثل ما بتشوفوا هذه الجوائز اللي رح تأخذها إذا فزت في دوري أبطال أوروبا في التشكيلة تبعك أو في التوقعات قبل بداية الفيديو أخبرني كم جبت من نقطة الجولة الأولى اكتب لي كم جبت نقطة في الجولة الأولى في التعليقات يلا بنا نبدأ مثل ما بتلاحظوا هذه هي الجوائز اللي رح تأخذها في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يتم منح بعض اللاعبين الذين يساجلون جيدا ولكن يتم منح هناك بعض الجوائز المذهلة المعروضة في لعبة كرة القدم الخيالية لدوري أبطال أوروبا الآخر لللاعبين يتم اختيارهم عشوائيا في كل يوم مباراة هذا العام فانتادي إليك ما يمكنك الفوزة به هذه هي الجوائز بلاي ستيشن 5 قم بإجراء اشتراك أو تحويل الدخول في السحب على الجائزة في يوم المباراة في كل يوم من أيام المباراة تطلق ثلاثة عشر مباراة خلال الموسم سنمنح جهاز بلاي ستيشن 5 جائزة مرحلة المجموعات تذكيرتين لنهاء دوري أبطال أوروبا وجهاز بلاي ستيشن 5 أنه مرحلة المجموعات كمدرب أعلى نقاط وستفوض بتذكيرتين لنهاء دوري أبطال أوروبا في لندن بما في ذلك السفر والإقامة على وعلى ذلك أيضا ستفوض بجهاز بلاي ستيشن 5 جائزة مرحلة خروج المغلوب أنت من دور المدير صاحب أعلى الدرجات في مرحلة خروج المغلوب فقط وستفوض في بلاي ستيشن 5 الجوائز الكبرى تذكيرتين لنهاء دوري أبطال أوروبا النهاء الموسم على رأس قائمة المتصدرين الإجمالية وستفوض بتذكيرتين لنهاء دوري أبطال أوروبا في ميونخ بما في ذلك السفر والإقامة على وعلى ذلك ستفوض بجهاز بلاي ستيشن 5 قميص دوري أبطال أوروبا وانهاء المركز الثاني وستفوض بقميص النادي الذي تختاره في دوري أبطال أوروبا ستفوض أيضا بلسخة من الكرة المباراة الرسمية ومدير كرة القدم انهاء السباق بالمركز الثالث وستفوض بالكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا ستفوض أيضا بنسخة من فوتبول موناجر 2024 هذه هي الجوائز شباب ويفوز ويلا شوف مجموعتنا بداية الأسبوع الأول من دوري أبطال أوروبا مثل ما بتشوفه هاي هي تشكيلتي وجبت 75 نقطة في الوجوم حاطت كل من هاري كين اللي جاب لي 9 نقاط وهالنت 5 نقاط أما ليفاندوفسكي فحطيته كابتن وجاب لي 12 نقطة في الوسط حاطت كل من رودري راعب منشستر سيتي جاب لي 10 نقاط وجود بيلينج هام لعب ريال مادريد واللي جاب لي 11 نقطة أما في الدفاع فحاطت كل من ساليبا وكانسيلو وروبا دياز وأوبا ميكانو ودايفيد كارمو في حراسة المرمى كالعادة الحارس تيرش تيغن كنت حاطت سانا لوغلو ولكنه خرج مصاب وفي اللعبة اللعب اللي يخرج مصاب يتحول أوتوماتيكيا وتغير من اللعب دايفيد كارمو نلا نشوفه المجموعة التبعي كام جاب واحد من نقطة أنا للأسف جيت الثاني والأول هو جيزول كينك اللي جاب 95 نقطة تبارك الله هذه هي تشكيلته حاطت جواو فيليكس كابتن واو هذا خيار رائع حقيقة ورافايا اللياو في الوسط حاطت كل من برناردو سيلفا والتوني كروس وديونك وأودي كارد اللي جاب 15 نقطة هذا خيار جيد حقيقة اللي يفكر يجيبه لاعب وسط وديكارد خيار راي يكون خيار ممتاز شوفوا كمان في الدفاع مين حاطت حاطت كجناح ايمن حكيمي اللي جاب 15 نقطة واللي سجل فهداف حاطت بالتي مدافع بارسلونا وولكر اللي جاب له ثلاثة نقاط ورودي كار ايضا جاب ثمانية في حراسة المرمى حاطت دونا روما جول باريسان جرما واللي عمل كلينشيت شباب اللي حابب يروح ويتنافس معنا في المجموعة روح رابط اسفل الفيديو روح ادخل للمجموعة تبعدنا وكود الدوري راح تجدونه اسفل الفيديو في صندوق الوصف اما تشكيلتي لهاي الاسبوع راح اغير طبعا شانالوغلو المصاب متل ما بتشوفه راح نعمل تشكيله هلا راح اغيره واجيب توني كروس بداله توني كروس ميار جيد حقيقة ميار جيد حقيقة تم التغيير راح انزل confirm متل ما بتشوفه هاي هي التشكيله وما راح اغير كتير يعني راح تظل تشكيله نفسه تشكيله قاوية يعني ما شاء الله ويمكن راح ابدل الكابتن ورح اخلي الكابتن على ليفندوفسكي طبعا او على هاريكان ما زلت حائر شباب يريد تخبر تعطوني رأيكم في التعليقات مين اخلي كابتن ليفندوفسكي مين اضع كابتن ليفندوفسكي ام هالد ام هاريكان يريد تكتبو لي رأيكم في التعليقات شباب هذا هي راح تكون نهاية الفيديو رايريد تكون استفدتوا بتشكيلتي او عطيتكم بعض النصايح يعني لا تنسوا الانضمام الى مجموعتنا وتعطوني رأيكم بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة